السلام عليكم ان شاء الله نحلو هاد الوضعية ان شاء الله مع بعض بالنسبة هاد الوضعية فيها فيها الحجوم فيها متوازي مستطيلات شيء سهل من شيء صعيب من شمع ان تكون سبع الحجوم مع انتها حاجة صعيبة ما كان حتى حاجة صعيبة كل شيء سهل بركة خصنا نذكروا الشيء اللي قمنا بهم من قبل ونحاولو نوضفوه وشيء سهل تشوفو باللي ما كان حتى حاجة صعيبة وينحل بطريقة سهلة وسليسة نبديو على بركة الله بسم الله عدنا بالنسبة مسبح على شكل متوازي مستطيلات ابعده اياك الاسي هنا نحاولو نرسموه نحاولو نرسمو هاد المسبح هادا مش نعرفوه وان شكل تاعة هو عبارة عن متوازي مستطيلات هاي دي هنا عندنا بالنسبة هذا اللي هو الطول عندي فيه هنا اثنى عشر فاصل خمسة متر عندي بالنسبة لهذا هنا اللي هو العرض فيه عشرة متر وعندي بالنسبة لهذه ارتفاع ولا العمق اللي هو عش يساوي اثناني متر احنا نعرفوه بالنسبة للسنة بالنسبة للحجم تمو توازي مستطيلات ولا اي شكل من هادا المجسمات يقولنا باللي كيكو عندو سطح هنا كيكو عندو سطح هنا الحجم محسوب ما نقسمش على ثلاثة وكي نصيب في الاعلى كين رأس هادا الحالة نقسم على ثلاثة بالنسبة هنا يتشوفو باللي عندو عندو سطح ما انت هنا ما نقسمش على ثلاثة وكي نعمل نعمل قاعدة في الحساب الحجم هنا قال لك اولا احسب حجم المسبح مملوء بالماء ما انت هنا نحسبوه الحجم تهد المسبح مملوء كله بالماء بالنسبة للفين لإيجاد الحجم بالنسبة للفين يساوي مساحة القاعدة اس قاعدة اللي هي مستطيل مساحة القاعدة اس قاعدة هادي هذا القانون العام في اش في الارتفاح هنا في هذه الحالة عندنا بالنسبة قلنا باللي عندو بالنسبة السطح ما انت هنا ما نقسمش على ثلاثة المساحة القاعدة هي عبارة عن مستطيل مع انت هنا نعملو ال في ال اللي هي الطوف العرض في الارتفاح نمشي بالتطبيق العددي نجينا هنا اثنى عشر فاسة خمسة في عشرة في اثنان هاي دي لاحظ معايا هنا بالنسبة اثنى عشر فاسة خمسة في عشرة تعطينا مئة وخمسة وعشرون نضربها في اثناني تعطينا مئتان مئتان وخمسون مئتان وخمسون متر مكعب هذا حجم المسبح مملوء بالماء معنى والحجم الماء الموجود في المسبح مملوء كله قالونا لتفرق المسبح وتنظيفه بالنسبة الباء لتفرق المسبح وتنظيفه نستعمل مدخة لدخل ماء حيث تضخ عشرين متر مكعب في الساعة معنى كل واحد ساعة معنى هنا واسم نفهمه فيها معنى نفهمه هنا هاد الميدخة هاد الميدخة دخلنا عشرين متر مكعب من الماء كل واحد ساعة هادي هي هادي هي اللي هادي هي العشرين متر مكعب في الساعة هادي نفهمها بهذا الشكل هادي نفهمها بهذا الشكل لانت هنا هي الضخ عشرين متر مكعب خلال كل واحد ساعة معنى تهيلها كعدنا ساعتين نضربوه عشرين في اتنان هلا كعدنا ثلاث ساعت عشرين في ثلاثة هلا ربع ساعت عشرين في اربعة وهكذا بالنسبة هنا بصح السؤال اللي يعطاهونا قلونا احسب كمية الماء المتبقية حنا نعرفو باللي كما نسمعوه المتبقية هاحتفل ابتدائي كنتو تعاملوه ايجاد المبلغ المتبقي والله حاجة اللولد راح في الدين تاعه هي الناقص معنى تهكين عميس طرح دايما فكيقولون المتبقي معنى تهكين طرح معنى تهكين الكل ونقص منه حل جزء هنا واسمع قالونا احسب كمية الماء المتبقية في المسبح معنى هنا كمية الماء الموجودة المتبقية في المسبح بعد الضخ بعد اللي تقول المدخاء بضخ الماء واستخراجه من المسبح احنا قلوناها كيف نضفع هي هنا بالنسبة عندي خمس ساعات في خمس ساعات ما عمل المدخاء؟ ما عمل دخلنا ما عمل في الماء؟ ما عمله هنا؟ الحجم المستخرج هنا حجم الماء المستخرج خلال إلى خمس ساعات هي واش هي خمسة في عشرون متر مكعب أي خمسة في عشرين تعطينا مئة مئة متر مكعب صح نقلونا كمية الماء المتبقية مع أنتها V متبقية V متبقية ماذا تساوي تساوي الحجم الكلي V كلية V كلية الحجم الماء اللي كان كان ناقص هذا الكمية الماء مستخرجة ناقص V ماء مستخرجة مستخرجة عن طريق الميدخ هنا عندي V كلية اللي هي مئتان وخمسون ناقص مئة وتعطينا هنا في الأخير تساوي مئة وخمسون متر مكعب عند هذه كمية الماء المتبقية بعد خمس ساعة هذه بعد خمس خمسة ر ناقص ناقص لحالة الثانية قالوا ثم مئة بخلال ثم خلال قولنا عاود سؤال ثاني قالوا ثم خلال 12 ساعة عاود كمية الماء المتبقية V متبقية V متبقية بعد 12 R بعد قبل هذا معنى تساوي V كلية ونقص منها V مستخرج V مستخرج هي عندي 12 ساعة كم نحسبها V مستخرج الماء المستخرج الماء مستخرج هنا كم نصيبه معنى نعمل 12 12 ساعة في 20 متر مكعب ونجد هنا 12 نضربها في 20 تعطينا 240 متر مكعب بعد هذه كمية الماء المستخرج بعد 12 ساعة نحن نحسب الماء V متبقية الحجم المتبقي تساوي 150 اقترب V كلية هي 150 ونقص لها 240 وتعطينا هنا 10 متر مكعب معنى يبقى بعد 12 ساعة يبقى 10 متر مكعب من الماء هذا الشيء اللي عدنا في ميغوس الأول نواصله قالونا نعتبر X هو عدد الساعات التي يتم فيها تفريغ المسبح معنى هنا نفرغ المسبح على حس بعد الساعات الميضا خطون تعمل خطب Y1 كمية الماء الموجودة في الصهارج بدلة X معنى هنا نعرف بالليكن نخوي الماء من المسبح التي تكبرنا في الصهارج معنى هنا بالنسبة Y1 Y1 هنا هذه وستمتل كمية الماء الموجودة في الصهارج هنا تلاحظوا بالليكن هذه هنا بالنسبة للصهارج ها تملأ كيف تملأ كل ساعة نحط فيها 20 متر مكعب تلاحظوا بصحنا عدد الساعات نعرف هم ما نعرف وش معنى هذه لكت عندنا ساعة نعمر فيها عشرين نحط فيها عشرين لك عندنا ساعتين نحط فيها أربعون متر مكعب لك عندنا ساعة ستون متر نحن نقل عدد الساعات هو X ما نعرف ما نعرف هنا نقوم بدراسة على حسب عدد الساعات ما نعرف هنا 20 X هذه Y1 Y2 ما نقل هي Y2 هي كمية الماء المتبقي كمية الماء هذه كمية الماء المتبقية في المسبح في المسبح بعد هنا ونعمل نعمل الماء اللي كان فيه كله اللي كان معمر المسبح كان مملؤ بالماء كان فيه 200 كما اللي حسبناها 250 مكعب ننقص لها الشيء اللي دخينا في الصهارج اختر هو كي دخينا في الصهارج الماء هذا اللي نزات في الصهارج نتقص في نفس الوقت من نتقص من هذا المسبح هنا كمثال كمثال برميل ولا ونخوي منه هذا الحال نعمر كمثال الدلو التعنا في نفس الوقت البرميل يخوى قدر الدلو اللي ملأنا معنى هناك الخطرة كما نفد الدلو هناك البرميل ينقص الدلو من الماء وقام إذا نقص دلو نفس الشيء ينقص دلو من البرميل ينزاد دلو في شيء اللي يخوه وفي نفس الوقت ينقص من البرميل هذا كدلو هناك ما عندها هذه نقص نقص إجراج آ وهي نقص عشرون إكس هذا فيما يقص إجراج واحد وإجراج إثنان قالوا أنه بعد حل المعادلة إجراج واحد يساوي إجراج إثنان هذه ما كانش سهل منها حل معادلة حل معادلة عدنا إجراج واحد وهي عشرون إكس هنا إجراج واحد إجراج واحد يساوي إجراج إثنان أفهم بالنسبة لكتب هنا عدنا مئة وخمسون ناقص عشرون إكس أي نروق هنا نحاول ونقدم هذه المجهة نحط فيه جهة والأعداء نحط فيه عدنا بالنسبة العشرين إكس نجيب لها هذا ناقص عشرين إكس نجيب ها لها هنا تقول لنا هنا زائد عشرون إكس نبدل الإشارة كأن نغير من مكان إلى مكان آخر وهنا مئة وخمسون تبقى في مكان ها وتعطينا هاي تبقى مئة وخمسون هنا تعطينا أربعون إكس تساوي مئة وخمسون وفي الآخر إكس تساوي مئة وخمسون على أربعون هنا نختزل الصفر مع الصفر تعطينا خمسة وعشرون وكسبة أربعة تعطينا ستة فاصل خمسة وعشرون هذه في ميقوس إكس ستة فاصل خمسة وعشرون سيطلقينها هنا معنطها إكس عفوا هنا إكس طبناها هي ستة فاصل خمسة وعشرون بالنسبة لإكس هو عدد الساعة معنطها نكتب أر أش أر نزيد ونصله قالوا ندرك تمثيل البيان لاحظ معي لتكون F و J دالتين وعرفتين كما يلي F يساوي عشرين X و J لإكس وساوي بئة وخمسة نقص عشرين X هذه اللي لقينها بنسبة Y أو Y دو هناك تلاحظوا أن أعطيتكم نصيحة وكنت لكم دائما أن أعطونا وضعية في شهادة في غالب الأحيان أنه هذو كل هذو الدلتين في الأخير هذو 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 الدلتين الحقيقيتين ليكونوا تخدم بيهم في الأعلى معنى هذو اللي تخرج بيهم وتعود فيهم وتملأ بيهم الجدول وكل الأشياء ما تمنى بكم تكونوا تخدم بي ذاك معنى وكحت يا ربي ما فهمش الوضع يوم ما قبضت حاجة منها حاول أرفض هذو الدلتين تالأسفل حاول تخرج تحاول تجاوب بيهم السؤال الأسئلة الأول الأسئلة الجزء الأول بدك معنى وكحت ما تكون فهم فيها حب معنى ما تكون فهم ولا هنا ترفض هذا حاجة تفكر تخمم معنى تعرف بي هذو الصهاري تعمر بهذه 20 اكس ومتبقية يكون فيها ناقص لخطر دائما أن نسمع متبقي معنى عندي دائما حاجة اللولة تنحط في دائما تنحط ناقص معنى هذه ما فيها ناقص معنى مستحيل أنها تكون هذه المتبقية صح في حين هذه هي حتما المتبقية يبقى تعويض سهل لا شيء صعب نمشي هذا الوقت لاحظ معايا يقول أن نرق مثل بيانيا F و G نضع على محور 1 سنتيمتر يمثل 5 أر وعلى محور طارتي 1 سنتيمتر يمثل 50 متر مكعب بشو نرسم الجدول المساعدين الجدولين المساعدين هؤدو عندنا بنسبة X F X E X G X عندنا بالنسبة الدلة الأولى هذي كمكتوبة عندنا بالنسبة قلنا دائما لولا نعودها بالصفر هذي بالصفر تعطينا الأولى تعطينا صفر الثانية تعطينا مئتان وخمسون المشي والثانية هذي قلنا بل نعودها بنقطة التلاقي بل فاصلة التلاقي اللي هي يصبنها 6.25 ما لش نحطها 6.25 ولو أنه في شهده يعطيكم مثال يكون مدروس ما لن يخرج بالفاصلة يخرج محسوب مسجد صحنا معلش نحاول نخدمها هذي نحاول نخدمها هذي بكما اللي أعطوها هنا لاحظوا معايا نحن نخرج F F بالتعويض F ل 6.25 تعطينا هنا بالتعويض نعمل 20 في 6.25 تعطينا هنا تساوي 125 وبالنسبة J 6.25 نفس الشيء تعطينا نفس النتيجة اللي هي 150 ناقص 20 في 6.25 وتعطينا في الأخير حتى هي 125 كيف هذه 20 في 6.25 هذه هي صمناها 125 يمكن نقصها من 250 و اختلاح بالل 250 هي مرتين تاع 125 معنى تبقى لي واحد هذه 125 أخرى معنى هنا يكتب 125 هنا 125 و لاحظة بالنسبة للتمثيل البياني هنا عندنا بالنسبة F D X تمثيل البياني تمثيل البياني يمر من النقطتين 0 0 والنقطة الثانية هي 6.25 و 115 وبالنسبة للتمثيل البياني تاع GLEX تمثيل GLEX يمر من النقطتين وهي 0 250 وبالنسبة للنقطة الثانية وهي 6.25 و 115 هنا تقبل 6.25 هنا لا تستطيع نصف تعمل 6.2 معنى التمثيل باني كي تمثيل 6.2 يقابلها 6.2 تعمل نقطة التلاقي نقطة التلاقي هنا لا تستطيع خرجها 100% هنا نخرجها هنا و لا شيء مقبول هنا 6.2 وهنا تعمل 200 125 هذه النقطة التلاقي 6.2 125 تكون وريكم الرسم بالتفصيل ويخرج صحيح ويخرج ما في احتى مشكل والنتيج صحيح قالونا بعد اي مدة زمنية يكون الماء الموجود في المسبح الماء الموجود في المسبح معندها هذي الماء الموجود في المسبح هو الكمية المتبقية الماء الموجود في المسبح الماء الموجود في المسبح معندها هو الكمية المتبقية سنفهم ما هو اسمهم يقولون ن اختار وقم ما هي كمية المتبقية في المسبح هنبب بطريقة اخرى الماء الموجود في المسبح هي الكمية المتبقية فيها هنا هذه هي الكمية المتبقية هي g x g x هذه g x لx لن نفهم مواز ما نعمل اقل من الماء الموجود في الصهاريج الماء الموجود في الصهاريج هو كمية الماء المستخرجة الماء المستخرجة كمية الماء المستخرجة اي اللي هي f x اي واسم معنتها اقل اقل معنتها اصغر نقول اقل معنتها اصغر معنتها g x اقل من f x يدرك هنا نحل متراجح اقل من موجود في الصهاريج معنتها نحاول نخدم هالخطو بشي ونواصله عدنا g x اصغر من f x نحاول نكتبها هنا مئتين وخمسين ناقص عشرين x اصغر من عشرين x اي نفس الشي هذه ضروق نجيبها الهناك وهذه نجيبها الهناك معنتها نجينا هنا ناقص عشرين x ناقص افوا ناقص عشرون x هذه نجيبها الهناك ايوه هذه نبعتها للجهة الاخرى هنا نجينا ناقص مئتين وخمسين معنتها هنا في هذه الحالة عندي ناقص أربعون x اصغر من ناقص مئتين وخمسين معنتها هنا x نصيبه نقص على عدد سالب في هذه الحالة نقلب المتبهن نجينا أكبر من ناقص مئتين وخمسين على ناقص أربعون سالب يعطينا موجب معنتها x أكبر من 6.25 r معنتها متى تكون كمية الماء المتبقية في المسبح تكون أصغر من الماء المستخرج بعد نفس الشيء هذه نجيبها هناك وهذه نجيبها معنتها ناقص 20x ناقص أفوا ناقص 20x هذه نجيبها هنا أيها هذه نبعتها للجهة الأخرى هنا نجينا ناقص 250 معنتها هنا في هذه الحالة عندي ناقص 40x أصغر من ناقص 250 معنتها x أيضا روك نصيبه نقسم على عدد سليب معنتها في هذه الحالة نقلب المتبهن معنتها أكبر من ناقص 250 على ناقص 40 أيها سليبها للسليب يعطينا موجب معنتها x أكبر من 6.25 R معنتها متى تكون كمية الماء المتبقية في المسبح تكون أصغر من الماء المستخرج بعد بعد 6 ساعات و 25 6 ساعات 6.25 نخطر هنا 6.25 R ما معنتها 6.25 دقيقة هذه 5.25 هذه في النظام العشر نحول عليها بالدقائق نعمل 1 R بالساعات والدقائق متى بالساعة والدقيقة بالضبط متى في هذه الحالة نعمل نعمل هنا بالنسبة 1 R يقابل ها 60 minute أي هنا عندي 7.25 R يقابل ها X minute العملية الثلاثية والرابع المتناسب هنا جنا X تساوي 7.25 20 في 60 على 1 وتساوي 7.25 هي الربع 7.25 هي الربع 60 هي 7.25 هي الربع الربع 60 الربع 60 هي 15 معنى هي 15 minute معنى هنا X تكون عندي X أكبر من كان نفهم هذا وكبر بالضاقة أو الأخر إليك تكون عندي عدد الساعات كان هنا كان نجواب هنا يكون يكون عدد يكون كمية يكون كمية الماء الموجودة المطبقية في المسبح أقل من كمية الماء المستخرجة عندما تفوق عندما تفوق تفوق مدة الدخ 6 ساعات 6 ساعات و 15 دقيقة هدى في ما يقص هدى حسابي هدى الشrière هدى تفسير هدى التفسير هدى اللي قمناuni به ادروق هدى تفسير حسابي إ да وقدم تمييزه هنا خدمناها بالحسابات وخدمناها شهادة خدمناها بالحل المتراجحة كي خدمناها بحل المتراجحة معنى هدى حسابي هذا حسابي بالنسبة للبيانيين نعتمد على تمثيل البيان لاحظ معي تمثيل البيان هذا أخذ مسؤولكم هنا عندي بالنسبة هذه 6. هذه وهذه مئة وخمسة عشر هذه عندنا هنا مئة وخمسة وعشرون هذه رأيك إذا كنتم يزورها في النص هذه وهذه وهذه 6. هذه 6. مهم هذه هي نقطة التلاقي هذه نقطة التلاقي التي خرجناها هذه لاحظ معي تمثيل بالنسبة للتفسير التفسير البياني وسمعتها أفلي إكس أصغر من أفلي إكس معنتها يليق تمثيل بيانيتها تا جيلي إكس هذه واسم نفهمها تمثيل بياني تا جيلي إكس تحت تمثيل بياني بياني تا جيلي إكس تا جيلي إكس تحت تمثيل بياني تا جيلي إكس أين هي هذه الحالة؟ دعنا من 6.25 هذه نقطة 6.25 هذه تلاقي نفس الكمية المطابقية هي نفسها كمية الماء المستخرجة مع أنها الذي يكون في الصهارج والذي يكون لدينا في المسبح يكون لدينا غي هو هو نفس الكمية وهي تمثيل بياني تا جيلي إكس تحت تمثيل بياني جيلي إكس نلاحظ معي هنا هنا في هذه الحالة هل رقمت منيزة؟ تمثيل بياني تا جيلي إكس تلقى حلقتني هذه الحالة لا نأخذها الفارغاني في هذه الحالة يوميا This one ثام هذا الحمر تدرك فوق هذه ماشي هي اللي أني حوص عليها أيها فين ره تحتها هاو هذا ره تحت هادي هنا ره تروق تحت هاو التمثيل بين الأحمر ره التحت وتمثيل بين تقابي إكس ره الفوق هذا ره الفوق وهذا ره التحت معنى هذه الحالة واسم هي الحالة هنا بهذه الحالة عندي هادي دروق عندي إكس أكبر من 6.25 معنى من 6.25 واطلح من 6.25 بنت هنا تمثيل بيني هنا في الحالة الحالة إكس أكبر من 6.25 اير يلاحظوا معايا هنا هنا نقدر نقدر ندافو بالنسبة لعداد الساعات باش يتفرق كامل هذا المسبح باش يتفرق كامل هنا في هذه الحالة شحالي يليك له شحالي يليك له مدة باش يتفرق كل باش يتفرق كل باش يتفرق كل جينا لمتوقي جيني جيني صفر في هذه الحالة أصغر هنا تكون عندي هذه هنا لاحظ معايا تكون أكبر من أكبر من 6.25 وتكون في نفس الوقت أصغر من 12.5 على الشيء هنا لخطر كان تعدها لا تقدر الميضة لا تستطيع ما تخوي الماء يكون فرغ من هذا المسبح هنا مستحيل أني نقول لنا ساعات 20 ساعة أو 100 ساعة المسبح سوف يفرغ والميضة تبقى متخل الجوال تلاحظوا معايا هذه نقدر نضيفها لكي تكون الوضعية واقعية وتكون شيء واقعي لا يكون حل ما لديه حتى معنا هنا X محصورة ما بين 12.5 وما بين 6.25 هنا خطر هنا كانت تعدى 12.5 R الماء يخوى من المسبح والميضة خاطب قادمة تخدم وحدها لا تخرج الماء يكون كمال من المسبح إن شاء الله يا ربي نكون وفيت وفهمتكم هذا الحل تعدى الوضعية شيء صعيب وشيء سهل والوضعية كلها متشابهة معنا نفس الطريقة قلت لكم ما حاجة وصيتكم على حاجة قلت لكم دائما هذوك الدلتين اللي يعطوه النافع الوضعية في الأخير في الشهادة ولا تقريبا جلهم كلهم تقريبا جلهم ولا ربما واحدة اللي تخلفت عليهم كلهم يكون الجزء الأول يكون الحل يكون مطابق للدلتين هذو اللي يعطوه منا في الأخير ما حاجة الأولى تمثيل كحتمل فهم كامل المسألة تمثيل البيان يخرج صحيح كما يوريد لكم بالنسبة لتفسير تحاول تفهم الفكرة تاعك وسمية تخرج تفسير تاح وبالنسبة للأسئلة الأولى تعويد وتع استخراج تحاول تأخذهم من الجزء الثاني من الجزء الثاني يعطوك الدلتين وتحاول متابة داكاء تاعك تحاول طابقهم وشوف ما هي المناسبة كما اللي وريد لكم المطابقية هي اللي في هالناقص ما نتعرف ريبين ما هو المطابقية وما هو المستخرج تقدر تصيب الحل من خلال الجزء الثاني وتكون داكي لكي تتعفاعل مع الوضعية أشياء أنا دايما نوصيكم ونقول لكم حاولوا كيف تنظموا الحل حاولوا كل تمارين من الموضوع ولا مش هذا أعطوها 20 دقيقة معنى أنك نعمل 4 في 20 20 دقيقة تخرج لك ساعة وربعة هذه ساعة وربعة تبقى لك منها 45 دقيقة تعطيها للدل كي تعطي 45 دقيقة للدل هنا يكون عندك الوقت الكافي وتخدم وسم رأيك تعمل أما إذا عطيت وقت كبير للتمرين ومشيت خدمت الدل في 20 دقيقة أو 4 ساعة في هذه الحالة ستخدمها كما كان مع أن يكون أخطأ ويكون في الحسابات أخطأ ويكون كايين كل العواقع ستصادفهم علش لخطر العقل لا يكون يحوص يفهم وسم رأيك يكون يحوص يحل برك يكون يحوص يعطي نتائج لا يكون يحاول يفهم الوضعية وسم رأيك ويقول ويتجاوب معها يحاول يخرج الأسئلة ويخرج الفكرة التحاول ويجاوب يحاول المباشرة يعطي النتيجة يقول لكم دائما حاول تحل في شهادة أو في أي امتحان حاول كما باقلكم ندرك شهادة من امتحان تقريبا كلها باقلكم الشهادة نضم وقت قال أنا كل تمريين نبدأ نرى بالوقت قال نرفض تمريين الأول نعطي 20 دقيقة لا نزيد عليها نرفض تمريين الأول 20 دقيقة تمريين ثانية 20 دقيقة تمريين ثالث 20 دقيقة تمريين 24 20 إذا ربحت الوقت من تمريين الأول أعرف رأسك كيف التمريين الثاني أو ربما تسالك هذه 5 دقيقة تضيفها لم تقرب في الوقت المسألة الوقت المسألة هو 45 دقيقة يعني أن تحاول تعمل بطريقة منظمة مرتبة لا تلهش في أي شيء يجب أن يعطي الموضوع وضع رأسك وبدأ تحل عندك وقت محدود أي وقت تلفت أو تله في أي واحد أو في هذه الحالة سيجد وقت ضايع وهما يعطي موضوع موضوع محسوب ما تسالك فيه ساعتين إذا وقتك من الساعتين ضيعت 4 ساعة سأخبر لا تكمل الوضعية حد أرواحكم في هذا شيء حاولوا في الشهد إن شاء الله ربي وفقكم حاولوا نضم وقت ملح 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 تضيف ساعة معكم كمثال تخدم كي بدل الامتحان أرف التمرين الأول أحسب عشرين دقائق قال كي كمل تمارين ثاني كي كمل تمارين الأول بدأ في تمارين ثاني ونظر الوقت زيد عشرين دقائق وتمشي معها إذا ربحت خمس دقائق أم لا معنطها في تمارين الثاني تقدر تزيد خمس دقائق معنطها اللي ربحت ه في تمارين بعض الأحيان تكون تمارين سهلة بعض بالأحيان يعطيكم تمارين في اللوال سهل ولا تمارين الثاني هذا التمارين الثاني بل يربح لك ذلك الـ 5 دقائق ولا 7 دقائق هذك السبعة دقائق حاول تخدمها في التمارين الثالث ولا الرابع يكون فيها رسم ولا شيء اللي يأخذ الوقت كمثال دواران ولا انسحاب ولا هذك حاول حاول تخدمها حاول تروا هذك الوقت اللي ربحته في اللوال حطه فيها بسعى أني نمشي نرفض من المسألة نرفض لها الوقت ونخدمه في التمارين هذا الشيء غير مقبول خطر المسألة لا فيها 8 نقطات التمارين كلهم بربعة يجيبون لك 12 نقطة فقمم فيها مليع شوفها عمل أمالية حسابية وشوف عندك 4 تمارين بكمالهم كلهم يجيبون لك 12 نقطة ومسألة فيها 8 نقطات مسألة واحدة فيها 8 نقطات عندها أنا من الأحسن نخدم المسألة نجيب فيها 8 نقطات رها قريبا لمعدل نضيع لها كامل وقتها ونخدمها في خلال 4 ساعة ونخدمها بطريقة عشوائية ونبقى نضرب هنا ونضرب هنا ونفهم شيء أصلا وسمو يعتوني وبعد عود نبقى نحطها مروحي بروح ثم من الأول قلنا نعافروا عندي شهادة وعندي وقت محدود ورقم جربته في الامتحانة التجريبية الوقت لا يقضي لخاطر لا تنظموا وقتكم لخاطر تحاولوا تخدموا بطريقة عشوائية تحاولوا ترفضوا التمرين تبدأوا بالوحاجة بالحاجة وفي خاطركم في الثالي تلقى روحك كي يتعكس لك فكاش تمرين يأخذ لك تقريبا نسب ساعة هناك مضيعة للوقت لا تحل التمرين وفي الثالي هذا التمرين يكون عليه كمثال تلت نيقات أضياعها تخيل نسب ساعة تلت نيقات وتقدر ربما المسألة في نسب ساعات وتضع فيها تمن نيقات ما الأحسن تضع تمن نيقات ولا تلت نيقات شيء حير بعد الأحيان تطيب تمرين متدابز متدابز مع تمرين ويوعد معها بالنسب ساعة قال لا رأي يتحداه ويوعد معها نسب ساعة وساعة قل الأربعة هو يحلي في هذا التمرين وهذا التمرين في نيقات تعوى عدد نيقات قليلة هي تلت نيقات تقدر هناك يقسموا نيقات التمرين يكونوا تقريبا 3-3-3 بالنسبة لكل واحد والمسألة جاء فيها 12 ما أنت هناك تحط أنت كامل صحتك في تمرين عليه تلت نيقات واشترك بالنسبة لروحك أخمم فيها مليح واشوف أنا أدرى وقت تمرين أن أقام تعاند فيها لكي نجيب فيها ثلاث نيقات واشا من فائدة نحن نخدم المسألة آخر نجيب فيها ثم نيقات إذا تعاند نتعاند على الصح نتعاند على صالحة بعدها نضع ثم نيقات رأي قريبا لمعدل ثم نزيد هذه زوجة ركضية المعدل صح في حين لم يتخدم التمرين وكذلك تداريب ثم تمرين صعيب تبقى مدابز معاقل تتحدى لكي تبين روحك بالنسبة لم يكن تمرين لكي يأتيك صعيب في هذه الحالة نرى هذا من شعر كالضر في روحك لكي تكونوا من صفتهم من هذه النصيحة حاولوا واني أقول لكم حاولوا وخاصة العدوة التي تكون اللذود هو الوقت لكي لا تعرفوا لكي أنا أتأكد بأن أي تلميت يمشي هذا يعرف كل شيء عندكم عدوين الخوف والوقت وبعد الأحيان الوقت هو الذي يصنع لك الخوف الوقت هو الذي يحطمك لماذا؟ الخطر تبقى هو يدخل لك الشك ويدخل لك الخوف كي ترى باقي لك ساعة قل أربعة وباقي لك في نفس الوقت تمرين ومسألة تقول بالله مستحيل أني نكمل كل شيء وهي بعد الأحيان والله لا تقدر تكمل لخطر مسألة ما فيها والو وبعد الأحيان يكون فيها الأسئلة كثيرا في صحف الواقع ما فيها والو حلموا عدلة حلموا تراجحة تمثيل بياني ليس شيء صعيب ليس شيء حاجة حاجة تحيير وريد لكم تشتخدم لديكم لديكم حاجة لتحطمكم بالمفروض تكونوا تحلوه بكل ثقة حاجة الأشياء التي شمتتكم في هذا الاختبار في الاختبار هذا التجريبي كلكم عملتوا اختبار جريبي وقدم بعض الأشياء التي شمتتكم هذه الأشياء التي شمتتكم لا تحاولوش قال ما عليش المهم تحصلت على 18 المهم تحصلت على 16 المهم جبت المعدل شوف المواطن تعد ضعف تاعك أين هي قال أنا عندي مشكل في الجدور نمشي نخدم الجدور قال عندي مشكل بالنسبة للتحليل نمشي نخدم التحليل ما شي قال المهم تحصلت على نقطة هذه كل العلامة يوصي وكف سيكمل معلش جبت نقطة تعي ولا 18 حتى بالنسبة التلميذ الذي جبت 19 ويحاول يشوف وينغلط قال ايه غلط في هذه في الدورة ممشي نخدم هذه ولا شي معين في الإنسحاب ولا في كل نحاول عود نرجح لا خليكم بالنسبة للمشتركين حاولوا تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد باش مبقى وش تحاوسوا على الفيديو هز يحاول مباشرة انك نوضع فيديو جديد مباشرة ان يكون عندك إشارة عندك مش تشوف الحل ولا اي حاجة ولا درس ولا نحاول يقول للي عليها نحطها لكم لانت ماذا بكم تفعلوا الجرس باش تقدروا حتى تنسوا تنسوا بللي كم فيديوهات جديدة وما تنسيش تحل حتى بالآخر تبقى لك يومين ولا تنسي تحل الموقع تفع عشرات على الفيديوهات ولا اثناش هنا ما يكفيك الوقت كل فيديو يكون فيه وقت كبين لا تقدر تكمن مع انت هنا عاو توقع عفين مشكلة مع أنت ماذا بك أنا انشاء الله كل يوم ننضع فيديو وما تكون نضع لكم وضعيات كل يوم نحل لكم وضعيات خطرات مساحة خطرات حجوم خطرات سرعة خطرات إحصاء خطرات موضلعات كل خطرات كل يوم نضع لكم مسألة بالنسبة للتمارين سهلين وتقدر بواحد بالموادع اللي عندكم بالتمارين تلقي ذاتها بعام الأساتي ترتعكم تجيبوها تلكه بالنسبة للمسائل، عليكم عدد كبير من المسائل مشاهدة مدابية لتكون عندكم خبرة في المسائل مشاهدة مدابية كل يوم نضح لكم حلتها معقدة مشاهدة نرفض لكم التمرين لتعال الاشتراك وتعالد المجلات وهذه كبارات كان بعض الوضعيات اللي سهلين للدرجة كبيرة ما نحتاج اني نعمل عليهم فيديو هادو شدوهم مواضيع كلاسيكية يتعاودوا دايما تعشروا وباعوا هادو اشياء سهلين بزيب ما نحطش عليهم فيديو ما نمضي على الوقت هادو ديعتها وقت وغير تسهلكوا وقت وثما تفرجوا باطن انا مدابية تكون هادفة معنتها مدابية كل يوم نحط لكم مسألة لوضعية اللي تكسر لكم راسكم وهذا شيء غالب علينا وهذا الشيء اللي يلزم لي نحط لك وضعية اللي تعلمك مش نحط لك وضعية اللي تقول لي ايه هادك هي ايه نيشان هادك هو مليح غاية ايه وفي التالي ما تعلم حتى حاجة انا مدابية نحط لك وضعية اللي تخلي لك تخلي لك حاجة في فرازك تخلي لك معلومة في الدين تخلي لك واحدة الخبرة ولا ربما تصيبها في الشهادة ان شاء الله تلقىها تعاونك ما تقول ايه هاد المسألة تشبه لهادك اللي حليتها من قبل معنتها نحاول انطابق الخدمات سهي ان شاء الله ربي يعاونكم وينجحكم وربي يعاونكم والله سهل شكرا شكرا